الحياة مش شغلتي اني اوضح كلام رئيس الوزر لان كلامه واضح كلامه ملخصه ان انا هنزود الصادرات واحدة واحدة 15% كل سنة تعريبا لحد ما نوصل لل 145 مليار بعد 6 سنين فمحدش يعني يتكلم عن ضخامة الرقم مقارنة بالنهاردة لكن الرقم يكبر سنويا بالتدريج واحدة واحدة يبقى لازم نفهم انه يعني عشان يكون عندنا صادرات لازم يكون عندنا صناعات لازم يكون عندنا مستلزمات امتاج لازم يكون عندنا مصانع نحط فيها مكاد لازم المصانع المتوقفة تشتغل لازم يبقى عندنا عمالة مدربة بشكل جيد جدا طب احنا ليه النهاردة مش بنصدر بارقام احسن واكبر من اللي احنا مفروض نستحقه في الوقت اللي احنا عندنا طموح في انجاز المشروعات ليه ما عندناش نفس الطموح في التصدير الحقيقة ده موضوع هننقشه بكرة بتفصيل اكتر عشان خاطر احنا محتاجين اننا نبقى بنتعامل مع ملف الانتاج والناس كلها بتتكلم النهاردة بتقول بعد الانفراجة اللي حصلت فيها الازمة الاقتصادية خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا لابد ان توجه الدولة يروح لحاجات اساسية ومهمة على رأسها الصناعة وتدوير الصناعة وتدوير المصادر وفي نفس الوقت زيادة الاهتمام بالتعليم والصحة التعليم والصحة امر في منتهى منتهى الاهمية لكن بياخدوا وقتهم عشان يحصل التطوير الكامل هناخدهم وهنقشهم برضو كل واحد فيهم على حدة سواء تعليم او صحة لكن الصناعة التصدير ده موضوع هنقشه بكرة ان شاء الله